لا شيء يتقدم على أزمة أوكرانيا وتدعياتها خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي الاندونسية هذه الأزمة إلى جانب أزمة الغذاء والطاقة تطغى على ملفات البحث خلال الاجتماعات وعلى اللقاءات على الهامش كما يخطف الأنظار والأنفاس حضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاجتماع في ظل عزلة غربية لبلاده وسط التأكيد أمريكي وروسي أن لافروف ونظيره الأمريكي لن يلتقي كيف تسير إذن اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين وكيف ينعكس الحضور الروسي عليها في أجواء مدينة بالي الاندونسية الدافئة ملفات ساخنة فوق طاولة اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين على وقع استمرار الحرب في أوكرانيا وما خلفته من ارتفاع منسوب المواجهة بين الغرب وموسكو بل وتوجه العالم إلى نذور حرب باردة جديدة وتحضيراً للاجتماع لقاءات ثنائية بين ضيوف بالي وزيراء خارجية الصين وروسيا أول المجتمعين حيث شدد المسؤولان على ضرورة التنسيق الاستراتيجي بين البلدين من أجل تشكيل نظام عالمي أكثر عدلاً وديمقراطية وفق كلام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ليس بعيداً عن مكان اللقاء لافروف ووانجي وفي الجانب الآخر من المنتجع الذي يشهد أطوار الاجتماع المنتظر شنت وزيرة الخارجية الاسترالية هجوماً شرساً على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا سأصلت الضوء على تداعيات وتأثير الحرب الروسية غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا إذا أردتم مثالاً على دولة اختارت تشويها التعددية وأضعافها وتجاهل الحاجة إلى الأمن الغذائي والتعافي من الوباء فإنها روسيا هي روسيا في رفضها المستمر للامتثال لمثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وغزوها غير القانوني بأوكرانيا أما واشنطن فأكدت أن وزير خارجيتها لن يلتقي بنظيره الروسي وسط أمالنا أمريكية بأن يعلن اجتماع مجموعة العشرين اعتراضه على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا أجواء متشنجة إذن وتوقعات بأن يكون اجتماع باريس ساحة للسجال إذ توقعت باريس مواجهة صعبة مع موسكو فحسب مصدر ديبلوماسي فرنسي سيتمثل التحدي بالنسبة لباريس وشركائها الأوروبيين في الرد على الرواية الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية تحدي أيضا شدد عليه الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن بروكسل لن تدع موسكو تستخدم اجتماع وزراء دول مجموعة العشرين من أجل الدعاية السياسية على حد تعبير الاتحاد فيما من المتوقع ترح قضايا ملحة أخرى على الطاولة في إندونيسيا كأمن الطاقة وأزمة الحبوب والخوف من انهيار سلاسل التوريد العالمية الناجم عن حرب أوكرانيا للنقاش ينضم إلينا من واشنطن الخبير الستراتيجي ريتشارد روث يعني الدول الغربية وأيضا على رأسيا واشنطن كانت تقلل من أهمية الحضور الروسي يعني هل بالفعل لا يمكن تحقيق مكاسب كبيرة من قبل الروس من خلال الحضور إلى بالي القضية هي أو المشكلة هي أن لقاء مجموعة العشرين هناك قضية رئيسية تقلق الجميع وهي الحرب مجموعة العشرين لم تلتقي خلال العشرين سنة الماضية ولم يكن فيها أي حرب مثل هذه الحرب إذن هذه القضية التي نقول إنها مثل الفيل كبير في الغرفة وعلينا أن نحلها وروسيا طبعا لا تريد الحديث مع الولايات المتحدة ولكن القضية هنا هي أن هناك ناسا يموتون ويقتلون والمدن تدمر وهناك فضاعات ومعاناة كبيرة والآن طبعا روسيا تتجهل هذا الموضوع لكن سيد روثي إذا كانت لا تشكل مكسب لماذا حاولت دول عدة على رأسيا واشنطن محاولة ثانية أندونوسيا عن دعوة بوتين روس يرون في هذا الحضور وهذا التمثيل مكسب وربما دعاية سياسية لروايتهم من هذه الحرب هناك أمران وهناك نظريتان نظرية الأولى هي أنه بسبب طبعا الالتزام بسبب هذه الحرب لا نريد الروس أن يكونوا هناك ولا نريد أن نتحدث معهم والنظرية الأخرى التي أنا أميل إليها هي أن يكونوا هناك ونحاول أن نتكلم معهم بعقلانية بأن هذه الحرب ينبغي أن تنتهي بعض الدول تعتقد بأنه ماذا يمكن أن تضيف روسيا إلى مجموعة العشرين إنها وحشية في سلوكها وآخرون يقولون دعوهم يأتوا ولنجلس ربما معهم ولنتحدث معهم فأوكرانيا تعاني كما لم نرى منذ الحرب العالمية الثانية ربما بلغة الربح والخسارة هكذا يفكر السياسيون أي الخيارين يحقق مكسب للغرب في رأيك ما يربحه الغرب وأعتقد بأننا قد ربحنا هو التضامن بيننا فما لم يتوقعه كوتين حين دخل أوكرانيا بطريقة غير مبررة في فبراير 2022 هو أن مجموعة العشرين والنيتو والأمم المتحدة كلهم تضامنوا نحن كلنا متضامنون من الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة والآن حتى تركيا مثلا قالت إنها لا تعارض ضمام فنلندا والسويت إلى النيتو لكن ما أقصده سيد روث هو السيناريوين الذي تحدثت عن سيناريو وعدم التحدث إلى ممثلي روسيا أو حضور الرئيس بوتين والآخر هو الجلوس على طاولة الحوار مع موسكو وقلت أن هذا الخيار الذي تفضله بلغة الربح والخسارة أيهما أفضل للغرب ولأوكرانيا في ظل هذا التدخل الروسي في الداخل الأوكراني عسكريا أعتقد أن أفضل سيناريو هو الجلوس أن نحقق السلام الناس يموتون يوميا الرضع والصبيان والبنات يقتلون في كل ساعة وينبغي أن يكون هناك جهود على مدار 24 ساعة ويوميا في كل يوم لوقف هذه الحرب روسيا ينبغي أن تكون هناك وعلى الناس أن يقولوا لروسيا إن هذا يضركم ويدر العالم ويدمر أوكرانيا إذا نظرنا إلى الصور فإنها تشير إلى أكثر من الدمار وخاصة ما يحدث في الجانب الشرقي من البلاد وأعتقد بأننا إذا تحدثنا معهم من خلال الجهود السياسية والإنسانية علينا أن ننهي هذه الحرب بحسب مصدر فرنسي التحدي سيتمثل في الرد على الرواية الروسية ومنع روسيا من الدعاية السياسية هل يمكن تحقيق ذلك في محفل دولي بحضور ممثلين دول لها تأثير؟ الروس يحاولون نعم بكل تأكيد لديهم طبعا دعاية إعلامية كبيرة في بلدهم 80% من الروس يعتقدون أن هذه الحرب لها مغزى ولكن حين نرى الحقيقة فليس هناك غزو نازي ولم يكن هناك أي شيء تعتقد روسيا أنه موجود ومبرر للغزو إنه فقط بوتين يريد العودة إلى أوقات الكي جي بي وأعتقد بأن الروس نعم ضليعون في البروباجندا والدعاية من خلال تليفزيون والإنترنت الروس عليهم أن ينظروا إلى هذا وتلك الدعاية أعتقد بأنها قد بدأت تختفي وخاصة مع خروج الاستثمارات من بلدهم روسيا ستكون معزولة ولن تكون دولة قوية بعد هذا الغزو بوتين صرح مؤخرا بأنه كلما طال الوقت يصعب التوصل إلى اتفاق هل هي رسالة للدول الغربية لإمكانية الجلوس على طاولة الحوار في بالي؟ لا أحد يريد أن تمتد هذه الحرب ولكن بوتين هو الذي يطيل هذه الحرب لم يكن أي أحد يتدخل مثلا في شؤون روسيا إنه فقط بوتين يريد أن يستمر حتى يقضي على دولة ذات سيادة أنا لا أعرف كيف قال بوتين بأنه لا يريد إطالة الحرب والآن نحن في أربعة أشهر أو بعد أربعة أشهر وأكثر من ذلك بوتين هو الوحيد الذي يمكن أن ينهي الحرب بكلمة واحدة ولكنه لن يفعل ذلك من واشنطن كان معنا الخبير الاستراتيجي ريتشارد روث شكرا جزيلا لك